ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين من استكمال حديثنا مع الشيخ أحمد الصباغ كنا نتكلم دكتور عن العجب نعم وإزاي ربنا إن شاء الله ينجينا من الحاجات دي والفرق بينه وبين الرياء أي نعم وإزاي إن إحنا يعني برضو إيه لازم نعمل قدوة قدوة حسنة ما يبقاش برضو كل الأعمال في الخفاء فبالتالي محدش هيقتدي بالناس الصالحين نعم فإيه برضو عايزة يعني إيه ميزان نعم هو الرياء للخارج العجب داخلي يعني أنا بحتي أقوله إيه إعجاب المرء داخله بنفسه أنا فرحام بنفسه أنا متعلم في واحد بيبقى معجب بنفسه فرحام بنفسه شايف نفسه زي ما احنا ببعض شايف نفسه نوة صامت 2 و 5 خلاص بقى قيدة خلاص بقى من 10 مبشرين بالجنب أيوة شايف نفسه النقام اللي لدي خلاص بقى في الدوس الأعلى حلو إطمع بس يبقى فيه خوف معه رجاء وخوف إنما الرياء للآخرين وآسيادنا العلماء لما جمه فرقوا بين الرياء وبين العجب قالك زي ما يكون أعزاكم الله مع الفارق أنت يعني فيه كلبين كلب خارج البيت وكلب داخل البيت الكلب الخارج البيت فيه خطر والكلب الداخل البيت فيه خطر واللي اتنين كلب عقور يعني مش مدربين مش معلمين أيهما أخطر اللي داخل البيت ولا اللي خارج اللي جوه البيت طبعا اللي جوه البيت ده قريب مني هو ده بقى العجب هو ده العجب بقى اللي قريب مني كل ما عمل حاجة بقى فرحام بنفسه أيه بالضبط كده وإعجابه المرء بنفسه هي ده المشكلة ده فيه كمال نقطة أصعب إن ممكن إنسان يبقى معجب بنفسه ده فيه ناس بيحبوا يعجبوا الناس تعجب بيهم وما عملوش حاجة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أو هو أصلا ما عملش حاجة ما عملش حاجة سبحان الله فلما تعمل تعمل بناء وتعمل خير وتعجب بنفسك عمل زي البنة اللي بيبني طول النهار جدار وهو نزم على السقالة بجزاء الجدار الموقع كأنك يا أبا زيد أو بالفلاح بتاعنا كأنك أبا زيد ما غزيد يعني نصيحة شيخ أحمد فكرة الإخلاص أن أنت بتوصل يبقى إخلاص عملك لله سواء تعمله في السر أو في العلانية بس المهم أن أنت من جو يبقى فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى فده أفضل شيء يعني إحنا بقى كل سنة واحد طيب خلاص إحنا أيام بقى ودخلين على الزبح والحاجات دي ممكن جامعة البر والطاقة بتقوم بالأضاحي والحاجات دي شيء جميل شيء جميل طبعا وده بقى من الحاجات اللي فيها قدوة أنت بتعمل الله والشيخ عمال برضو كان بيتكلمه في الحاجة دي أن الحاجة بتوصل لأماكن ما يبقاش كلها متركزة هنا في القاهرة نعم وده مهم يا شيخ خحم القاهرة أو المدن بصفة عامة بتلاقي أن فيه أماكن توزيع اتنين وثلاثة واربعة وبتلاقي الناس بيروح أماكن التوزيع يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا وأنا وصلي كلامه مؤكد أن بيأخذوا اللحمة من كترها يبيعوها لا يليلا الله وأحيانا بتفسد أحيانا ما هي كتير عندهم للأسف مش واللحمة فبتلاقي اللي في الفيلا دي دابح واللي في الشقة دي دابح واللي في البيت دا دابح وده لحمة ولحمة ولحمة فبيجوا الناس وكله بيدي نفس الشخص وكله بيدي نفس الشخص وهم شوية مجموعة كده بيقولوا البعض إلحا ده لسه مصطفى بخير تابح إلحا يا أحمد الصماخ دابح ربنا يغنيهم من فطل لأ أنا بقول لحضرتك البر والتقوى بيعملوا حاجة غاية في الروعة إن بيروحوا من نجوع والعزب والقرى والكفور اللي ما فيهاش دابح أصلا اللي لأ وديته كيس لحمة أو كيلو لحمة ياه يبقى دي بالنسبة له حياة يمكن ما بشوفهاش من حضرتك غير من العيد إلى العيد هو ده ولذلك انت لما تتشترك مع البر والتقوى انت حضاك بتحض غيرك وبتوسع الدائرة عنديهم وانت لو هتشترك بخروف أو بعجل أو بغيره عشان توصلوا الناجع أو الصعيد أو الأرياف أو بحري أو غيره هتكلف أكتر من من تمن الأطحان نفسها لكن هما بيوصلوها لك آه طبعا وفكرة برضو شخي أحمد اللي هما بياخدوا الإجراءات بتاعت الاستلامة لأن احنا عارفين فيه أمراض بتيبقى فيه في اللحم والحاجات دي وخاصة هذه الأيام آه طبعا الأيام دي أو في عدد الحم القلعية شغالة آه فالبر والتقوة بيجيبوا بقى دا كترة بيطاريين بيطاريين أو طباء وبإشراف كمان اللي هي الجهات المتخصة والتلاجات بقى المجهزة اللي هي بتنقل برضو بتنقل المحافظات والحاجات دي عشان انت حافظ على الحاجة توصل سريعا وبإشراف الطب البطري كمان وكل حاجة وبتبقى حاجة يعني حاجة إيه مضمونة آه وتلاجات خاصة طبعا بيبقى تكلفة بحيزة جدا عشان ينقلوا مثلا طن لحمة أو اثنين طن أو ثلاثة طن من مكان لمكان عايزة عربية مجهزة بصفة معينة بشكل معين بتكلفة معينة بإيجار معين مبلغ وقدره طبعا فده بصراحة حاجة تشجع بصراحة ده اللي أنا بشجعهم ان يروحوا للأماكن اللي هي أشد فقرا وأكثر احتياجا اللي ما بيسمعوا يعني مش اللحمة بيشوفوهاش لا بيسمعوا عنها بس إنما في المدن حاجات كتيرة وذلك أفضل الله يتميش ما قلناش حاجة ولكن أنا مش عايز كل حاجة تبقى في مكان واحد مظلوها في مطر واحد لا واسع لإيه واسع الدايرة يمكن كان لسه من أسبوعين الدكتور عماد كان في في سيدي براني ما شاء الله كانوا هناك وكان بيوزعوا برضو لحوم يعني سألتوا يعني من قبل العيد كمان من قبل العيد والله أفضلوا أنتم مستعجلين قال لي ما احنا كنا رايحين فمن روحش فاضين ما هم عاملين سكوك صدقات يعني عاملين سك للأضاح الشرعية لي السنة طب مش قادر أنا أضحي بسك ما معيش المبلغ قال لك عاملين لحوم صدقات مش عارف بـ 250 أو حاجة زي كده أو 300 أو 1000 اللي أصعب هم ممكن يتصلوا على الأرقام بتاعت المؤسسة يعرفوا 19-38 قادر تتصل قادر تشترك اشترك خير وبركة مش قادر خلاص تواصل معهم مشترك في لحوم الصدقات لو 100 جنيه 200 جنيه 200 جنيه 500 جنيه بحيث ان هم بيتبحوها ووزعوها برضو على قبل العيد بعد العيد لإخوانكم الفقراء طب مش قادر